هذا وتشهد محافظة المينيا العديد من المشروعات التنموية والقومية لا سيما في مجال التعليم وعلى هذا الصعيد تم إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لتضع بصمة تعليمية مميزة طليق بابناء المينيا من المتفوقين والنبغين من أجل حياة أفضل بجودة طليق بمواطنيها تشهد محافظة المينيا العديد من المشروعات التنموية والقومية لا سيما في مجال التعليم وبناء الإنسان وفي هذا الإطار جاءت مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والتي تنتشر في شتى محافظات الجمهورية لتضع بصمة تعليمية مميزة طالق بأبناء المينيا من المتفوقين والنابغين فهي مدرسة ثانوي حكومية تم تأسيسها بأحدث الأجهزة العملية وتعتمد الدراسة فيها على الفهم والاستنباط والبحث العلمي حيث تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 98% هنا المدرسة تعلمنا فيها حاجات كتير قوي فادتنا في حياتنا فأولها أصلا إحنا بنشتغل كل ترمى على مشروع كابستون الكابستون ده بنشتغل فيه في حاجة اسمها الـ ADP Process أو يعني نظام التصميم الهندسي ده اللي احنا بنشتغل به عشان نحل أي مشكلة بتواجهنا المدرسة يعني فيها حاجات كبيرة جدا الناس مش متخيلها مثلا زي اللي هو إن احنا كل حاجة احنا اللي بنعملها بنفسنا يعني هو المدرس مش بيعمل أي حاجة غير أن هو مثلا بيشدنا في مدارس المتفوقين يقوم المعلم بدور المرشد للطلاب مع تكليف كل طالب بعمل مشروع في كل فصل دراسي من خلال مجموعة عمل مما ينمي الجانب العملي والابتكاري في دراستهم المدرسة بتشمل تطوير عالي جدا لأنها تضم طلبة من جميع أنحاء الجمهورية سواء من كل بقعة في الجمهورية على حسب الدرجة بتاعته وعلى حسب التقييم فبتجمع كل الطلبة والهدف بتاع المدرسة هو أحياء المشاريع والتحديات اللي بتواجه جمهورية مصر العربية حلها من خلال التطبيق العملي والمشروعات اللي بتنفذ داخل المدرسة إذن هي خطوة تأتي لتكلل اهتمام الدولة وجهودها الحفيثة لتطوير التعليم وتحصين جودته لتنشئة أجيال من الطلاب المبتكرين في مختلف مجالات البحث العلمي أحمد الحسيني التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر